هوني جعلت هاي لحرمك مخيم أهشيم ظلوعي لأنك عشرة جعلت على حسينة عشرة جعلت على حسينة قالوا للخيل إلى حسينة قالوا للخيل إلى حسينة قالت الخيل فدا حسينة بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله عليك يا مولاي يا رسول الله صلى الله عليك وعلا لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين صلى الله عليك يا مولاي يا يا أبا عبد الغريب يا 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 مظلوم كربلا ومسلوب العمامة والرداء فيا ليتنا كنا معكم سادتي فلفوز فوز فوزا عظيم وعدت غريبا بتلك الديار أرى صفقتي لم تكن رابحة كما عاد مسلم بين العداء غريبا وكابدها جائحة رسول حسينين ونعم الرسول إليهم من العترة الصالحة لقد مايعوا رغبة منهم فيا بؤس للبيعة الكاشحة وقد خذلوه وقد أسلموه وغدرتهم لم تزل واضحا فيبنى عقيلية فدتك النفوس لعظم رزيتك الفادحة لنبكي لها بمذاب القلوب فما قدر أدمعنا المالحة بكت كدمان يبنى عم الحسين مدام عشيعتك السافحة وما برحتها طلات العيون تحييك غادية رايحة لأنك لم تروى من شربة فناياك فيها غدت طائحة رموك من القصر إذا أوثقوك إذا أوثقوك فهل سلمت فيك ميين جارحة وسحبا تجر بأسواقه يا إيمة لست أميرهم ألبا يا عارحة أتقضي أتقضي ولم تبكي كالباك يا أمالك في الميصر من نائحة لئن تقضي أحبان لئن تقضي أحبان فكم في زرود عليك العشية من صائحة يعززها الصبط في حجريه وكم طفلتي لك قد أعولت وجمرتها في الحشا قادحة يعززها الصبط في حجريه لتغدو في قربه فارحا تقول مضى عم أبي تقول مضى عم مني أبي فمن ليتي متهيل فاجده فأوجعها قلبها لوعة وحسيت بنكبتها القارحة قلبي كسرت يا غريب الغاضر مثل اليتام تمسحي بشفك علي تمسح على راسي ودام مع العين همال شنيتي ملكافية الله من هالأحوال ما عودتني بهالفعيل من قبل يا خال خلي الدمعاتي على خدي جريه مسحك على راسي ترى يا أكتل قلب ذاير هذا يا عمي من علامات المصايب قلبي تروح حيث بويب سفر غايب طول الغيب يعود الله بعجل ضمها الصدر والدم يجري بالاخدود وقلها يا ثكل والدي ما ظلت يعود شهقت وظلت شهقت وظلت نادي والدمع مزفوح قالت يا عمي لا تفاول بالمنية جاني الخبر عن حال مسلم يا حزينة يقولون من قصر الإمار ذاب بنا بالحبيل بالأسواق جسمه ساح بنا ساح بنا ورسلم شكرا راح للطاق يدي ورسلم شكرا راح للطاق يدي يا عمي أبوي نزمان ما بيّن علينا من سفرة أولا عادلينة والله الكوف أقهى عليها خوينا لو دارت علي من يعينا وعمى من مدانيف وحزينة كل من أزألتها من العين ولو يسراه يصف جهب يمينا يمكن بيّش آتلين يا يمكن بيّش آتلين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ قال الله في محكم كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا أمنا بالله صدق الله العلي العظيم تعجينا لفرج مولانا بقية الله الأعظم لشمولنا بخفي الطاف وعناياته ولقضاء الحوائج ولشفاء المرضى رفع أصواتكم بالصلاة على محمد وآل محمد موسلم بن عقيل سفير الحسين صلوات الله وسلامه عليهما سنة إلهية جارية بأن الحكيم إذا أراد أن يمثله أحد لا بد أن يكون في ذلك المبلغ صفات تتناسب مع المرسل والباعث تتناسب تلك الصفات مع صفات المرسل والباعث فالله سبحانه وتعالى لما بعث الأنبياء والرسل أولا قام بمرحلة الإصطفاء يصطفي من عباده ومن خلقه أنبياء ورسل ينتخب ثم يقوم بتأديبهم يملأ فيهم الخصال الحميدة ويبين لهم طرق المكارم وبعد ذلك يبعثهم للناس لأن الناس إذا رأوا هذا المرسل هذا المرسل ويرون عظمته من جهة الأخلاق من كل الصفات الحسنة يعلمون بأن المرسل له هو أعظم منه يعلمون بأن المرسل له فيه هذه الصفات الحسنة التي أوجدها في من؟ في المرسل بينهم لذا الله سبحانه وتعالى بعث النبي صلى الله عليه وآله والله سبحانه وتعالى يخاطب النبي في كتابه ويقول يقول للنبي صلى الله عليه وآله وأنك لعلى خلق عظيم ولو كنت فضلا فضا غليظ القلب لن فضوا من حولك إذن أخلاق النبي أخلاق عظيمة جدا فيه هذه الأخلاق العظيمة التي جعلت الناس يميلون إليه جعلت الناس يقبلون دعواه جعلت الناس يحومون حوله ويقبلون برسالته ليش؟ للأخلاق الموجودة وفي نفس الوقت نقول تبارك الله أحسن الخالقين إذا هذا هو المخلوق أو المخلوق بهذه الصورة وبهذه الكيفية فكيف هو الخالق؟ بالنهاية هذا المرسل يمثل المرسل وهو الله سبحانه وتعالى لذا هذا النبي كان دقيق في تعامله وفي تصرفاته ليش؟ لأن كل فعل يصدر منه إنما ينسب لمن؟ لباعثه ولخالقه ولبالئه لذا كان النبي صلى الله عليه وآله في كل صفاته من أعظم خلق الله كذلك الحسين صلوات الله وسلامه عليه هذه المرحلة التي يريد أن يمر بها الحسين يريد أن يقلب الأمور يريد أن يقلب الظلمات إلى النور يريد أن يرشد الناس يريد أن يهدي الناس يريد أن يسعى في إضاءة نور الله سبحانه وتعالى لذا يحتاج خصوصا أن البلد اللي بعثوا له بالرسائل وكان فيه في ذلك البلد أكثر أنصارة هو بلدة الكوفة لذا لما جاءت الكتب للحسين مترادفة كتاب بعد الآخر آخر كتاب وصله نعم شاف نظر الحسين فيه فبعث رسوله إلى الكوفة حتى يتأكد بصدق القوم وصدق دعواهم فلم يرى شخصية مؤهلة للقيام بهذا الدور إلا شخصية واحدة وهو مولانا مسلم بن عقيل هذه الشخصية العظيمة الشخصية اللي كلها عطاء له مشاركات في حروب شتى ويكفيه فخرا بأن أمير المؤمنين كان يضعه في الجمل وفي صفين على الميمنة مع الحسن والحسين وكان مقداما في الحروب شجاعا بطلا لأن الرواية تقول له ولد أبو طالب الناس جميعا أو ولد كل الناس لكانوا كلهم شجعانا قال أبي طالب شجعان لذا مسلم كان من الأبطال التي تشهد له الحروب والغزوات بأبي هو وأمي ومسلم فقد في كربلاء وبعد كربلاء من البنين أربعة في كربلاء من الشهداء عند أبنائه نعم عبد الله ومحمد بن مسلم استشهدوا مع عمهم الحسين لأن زوجة مسلم بن عقيل هي رقية بنت أبير المؤمنين عليه السلام فكان عنده ولد محمد وعنده عبد الرحمن أو عبد الله وأيضا توفيه أو استشهده مع الحسين أخوة مسلم أثنين عبد الرحمن وجعفر وأيضا واحد من أبناء أخيه أيضا استشهده مع الحسين إذن خمس شهداء هذا فقط في كربلاء وبعد كربلاء قتلوا أبناء مسلم الأثنين سبع من آل عقيل ومسلم من العقيل لأنه ثمانية ولعل هناك أكثر من ذلك إذن هذا البيت هذا بيت العطاء هذا بيت التضحية لذا الإمام زين عبدالي يقول ما مررت ببيوتي آل أبي طالب وآل عقيل ألا وخنقتني لذلك العبرة ليش لأني أراد يارهم خالية منها من أهلها نعم إذا قال عقيل لهم دور عظيم في كربلاء صلوات الله وسلامهم نعم تفانوا في الدفاع عن ريحانة رسول الله صلى الله عليه وآله وكذلك مسلم لما الحسين عليه السلام كلفه بهذا الأمر مسلم لم يبالي بشيء مسلم ذهب سواء كان الأمر من صالحي أو من غير صالح ليش لأنه يتمنى أن يخدم الحسين عليه السلام خادم الحسين هو إمام زمانة لذا خرج من مكة إلى المدينة تزود من قبل رسول الله ثم على ذلك خرج كان معه دليلان هلكا وبقي معه اثنان واحد منهم قيس الصيداوي قيس بن مسهر الصيداوي وأظن الثاني هو عبدالله بن يقتر أثنين وصلوا معه إلى الكوفة في أطراف الكوفة وقبل الكوفة بيت مختار الثقفي هذا العظيم المدافع أن حرم رسول الله المدافع والمآخذ بثأرهم سكن مسلم في البداية عنده المختار الثقفي دخل مسلم بعد ذلك الناس يأتون إلى المختار الثقفي ويجتمعون في داره بيّن لهم في الرسالة إني باعث إليكم أخي وابن عمي وثقتي مسلم ابن عقيل في بعض النصوص والمفضل عندي مسلم ابن عقيل ليش بعثه حتى يشوف صدق القوم وهل صحيح أنهم كلهم أجمعوا على هذا الأمر ويريدون نصرة ريحانة رسول الله أم لا ولكن يشوف إني باعث إليكم أخي يعبر عن مسلم بأنه أخوه وابن عمي وثقتي من أهل بيتي ثقة لذا كان أهلاً لأن يقود هذه المسيرة الحسينية المباركة وكان أول شهداء هذه المسيرة نعم إلى أن انتقل بعد ذلك إلى دارهانة وبعد ذلك وبعد ذلك جاء ابن زياد وقلب الموازين لأنه بالبداية مسلم بايعوه ما بين عشرين أربع وعشرين ألف إلى ثلاثين ألف إلى أربعين ألف على اختلاف الروايات ولكن شنو السبب اللي جعل لا بأس نشر إلى هذه النقطة ما هو السبب اللي جعل هؤلاء أو هذه الأعداء الكبيرة تتلاشى بسرعة هو عدم صدق الإنسان بينه وبين نفسه يعني هو ما كان صادق في نصرته لإمامه ليش؟ لأنه ما عنده معرفة بالإمام هذه مشكلة إذا ما تعرف الإمام ما عرفه ولا معرفة راسخة ما تصل لذا العباس جنو قال والله إن قطعتم يميني إني أحامي أبداً عن ديني وعن إمام صادق اليقيني عنده ما عرفه لو تقطع يمينه وشماله وتقطع رأسه وأي شيء تصنع فيه خلاص عنده ما عرفه عنده تعلق لذا ترى أنصار الحسين في كربلة كذلك نعم تشوفهم ماذا لم يفكر واحد منهم في نفسه بل كان كل همهم هو الحسين لذا تفانوا وقتلوا دون الحسين ليش؟ لأنهم يعرفون إمامهم وعندهم حب وتعلق صادق بذلك الإمام أما أهل الكوفة ما كان لكل كذا إلا مجموعة قليلة الكل هم كان أن الحسين يأتي ويكون صاحب دولة وكل واحد يكون له حصة من تلك الدولة ذاك يكون وزير وذاك يكون قائج وذاك يكون كذا ويفكرون بالعطاء هذا همهم كان يعني هناك محبين لأهل البيت وشيعة ولكن شنو ما تصل المرحلة به بأن يضحي بنفسه لا يحبه ولكن إذا وصل الأمر بين نفسه وبين نصرة الإمام لا يعمل يقدم نفسه أنه حفظ وسلامة النفس وهذه مشكلة ترجع إلى عدم معرفة الإنسان بإمامهم لذا أنت تقرأ في الزيارة الجامعة بأبي أنتم وأمي وأهلي ومالي ونفسي كل شيء فداهم أبي وأمي ولكن البعض يقول لا أنا مع الحسين ما دام منتصرة إذا غلب عليه أو غلب الحسين أو انتصروا عليه أو قتلوا أنا لا أحافظ على نفسي هذه النفس عزيزة عليه لذا كانت أطموعهم الدنيوية كان يحب الإمام هذا الحب البسيط الذي لا يصل إلى التضحية ما يعرف أن سبب هذا الكون ووجود هذا الكون هو وجود الحجة في الأرض لذا يرى لنفسه وجود يرى لنفسه عظمة لذا لن يضحي وهذه المشكلة التي حصلت لذا بمجرد أن وصل أبن زياد وأخذ يهددهم ويقطعوا الصلة عنهم وماكوا أموال وقتل وتشريد خافوا وقال لا عمي شوف هنا ما عندهم ما قالوا لا نفدي أرواحنا وأنفسنا للحسين حتى لو يأخذ أموالنا حتى لو يأخذ كل شيء عندنا نحن في داء للحسين لا من شافوا أن العطاء قد انقطع ورأوا بأن هناك جند خيالي طبعاً ما كان في جند أنه سوف يأتينا من الشام ونخاف القاتل وفيها قتل ومعركة يعني كان في بالهم أن الحسين لما يأتي يأخذها جاهزة ولا حرب ولا شيء فلما تبينت لهم الأمور تركوا الحسين لذا حتى في مكة الحسين لما خطب قال كأني بأوصالي تقطعها عسلان الفلوات تركوا الحسين لما الحسين وصل وعلم بشهادة مسلم وعلم من معه تركوا الحسين مقدار كبير وثبت من كان منه موطناً على لقاء الله نفسه فاك الشخص بس الذي بقى عابس برير زهير نافع حبيب وهؤلاء بقوا إلى آخر اللحظة من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا نعم صدقوا ما عاهدوا الله عندهم عهد مع الله شنو العهد المودة في القربة أن يدافعوا عن آله ولو كان ثمن ذلك شنو أنفسهم نعم إذا مسلم بن عقين سلام الله عليه بعد أن سكن في دار هانة وعلم أبن زياد بذلك عن طريق أحد الجواسيس أخذ هانة وحبسه لما علم مسلم بذلك نادى يا منصور أمت هذا الشعار خرجوا داروا حول القصر وقد هشم ابن زياد وجه هانة بن عروا لأنه لم يقبل بتسليم مسلم مستحيل أسأل لك مسلم لا أقيل ضيف عندي وأعطيك يا مستحيل وأيضا ابن عم ابن أخ أمير المؤمنين لا والله لا أسلمه أخذ بيده قضيب وشتر به وجهه أخذ يضرب بها وجه إلى أن كسر وجهه نعم ثم ألقاه في السجن جاء الناس اجتمعوا على القصر خصوصا بني مذحج إن هذا منهم وكبيرهم فأمر ابن زياد بأن يأتوا بشريح القاضي وأن ينظر في حاله وأن يقول للناس بأنه حي نعم جاء ونظر وإذا به يراه حي وقال للناس في الخارج بأنه ترى إذا أنتوا جاءين ثائرين لأجل هانئ ابن عروة ترى هانئ حي يرزق سبحان الله جيد طالبوا بإخراجه بالإفراج عنه منه كان من رؤسائهم الكبار عمر ابن الحجاج عمر ابن الحجاج هذا أيضا من بني مذحج كان هذا اللي قاتل الحسين في كربلاء هذا عمر ابن الحجاج عليه لعنة الله أي نعم هذا قاتل الحسين ريحانة رسول الله صلى الله عليه وآله لما سمع بذلك وشاف الجماعة قالهم خلاص ما دام هو حي نتركه وكان له أيضا تأثير على مذحج فخذلوا هانئ ومشوا شوي 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 مسلم جاء وإذا الأب يثبت ابنها الأم تثبت ولدها الأخت تثبت أخاها وهكذا إلى أن أخذوا يتركون مسلم واحد بعد الآخر شوف الرزية ليش لأنه ما عنده مموطن نفسه على القتل ودون مسلم بن عقيل ودون الحسين لا دنيا هذه أموال والنفس لها قيمة عنده لذا تركوا مسلم شيئا فشيئا شيئا مسلم بعد شافها خذلان واضح دخل إلى أزقة الكوفة لعله بقي معه مسلم بن عوسجة وبعض المخلصين ولكن مسلم شاف بعد ما كفايدة المنطقة قد حصرت وسدت الأبواب فعليهم ماذا بأن الحسين في طريقه فأنتوا اذهبوا لنصرة الحسين نحاول نخرج كل واحد يحاول يخرج من الكوفة ليصل إلى الحسين ولينصر الحسين لذا تفرق الكل عنه هناك جملة من المخلصين ما تركوا مسلم ولكن فكروا كيف يصلوا إلى الحسين منهم مسلم بن عوسجة وأمثال مسلم بن عوسجة نعم انقطع الطريق بمسلم هنا المصيبة العظمى انقطع الطريق به بأبيه وأمه يبحث يمينه يبحث يمينه شماله والكوفة بلدة كبيرة جدا حتى لو كان ساكن فيها يوم الأيام ولكن فيها محلات فيها أزقة أخذ مسلم يجول بأبيه وأمه وقد أصابه العطش يبحث تدري الكل يخاف أنه يدخل ويلجأ مسلم إلى داره ليش؟ لأنه إذا وجد في داره يقول برأة الذمة ممن وجد في داره يعني خلاص هذا يقتل يسلب ماله إذا الكل دخل داره وأغلق الباب ومسلم حائر يجول في زقاق الكوفة في أزقة الكوفة إلى أن وصل إلى دار رأى امرأة واقفة في الباب جاءها طلب منها الماء قال أمت الله هل لي بشربة ماء دخلت جاءت له بالماء شرب الماء بأبيه وأمه ووقف عند الباب خرجت المرأة مرة أخرى قالت يا عبد الله ألم تشرب الماء؟ قال بلى قالت إذا ما وقوفك في هذا الباب لماذا تقف هنا؟ اذهب إلى أهلك مرة ثالثة شافته قالت سبحان الله ألم أمرك بالانصراف اذهب إلى أهلك قال أمت الله ليس لي في هذا المصر أهل ولا عشيرة أي نعم ما عندي أهل ولا عشيرة عمامي في غير بلد وأنا غريب وحيد في هذا البلد لذا أخذت تخاطبها والشاعر يصور هذه الصور يقول فتليه العفيفة واسقة الماء وقالت قوم شنهي قعد تكاي لا تقعد يروحي وماي عناي قوم وروح الهلاك شاهلك وين وان وني تقطع من هالفاد يا هالحر هالي ما هم بالابلاد غليب وهالي عني بعاد وين أهلي هالي ما هم جريبين تقليه يا بعاد عقلي ولنفاس جنيك هاشمي ومو من عرض ناس هلو كلي الهلاع العين والرأس لك منزل يغاتي بين هالعين يقل ها وعين مستديرة لا أهل عندي ولا عشير غنيب وعمامي بغير دير أو مثل حير انت ما أجرت حير أنا مسلم أنا مسلم الفاجد نصير أنت مسلم على الرحب والسعى والسعى الدار دارك والأمة خادمتك تفضلها على الرحب والسعى نعم دخل دخل مسلم أخذ يصلي طول ليلة قدمت له الطعام لم يتناول منه شيئا هومت عيني هومت عينا وإذا به يرى أمير المؤمنين يقول له أنت عندنا اليوم أنت ضيفنا اليوم يا مسلم وإذا بصاط حوافر الخيل على باب طوعا جاء الطوعا تقول له بأن الجيش قد قدموا ويليدونك ها دنها اضلفاك الجيش يا حيد يا مسلم لفتلك الصناديد يردون يولونك يا صنديد ويودوك لابن زياد ويزيت وريدك مراجل عمك تعيد يقول هيا طوعا تشجعيني أيوب عم حيدر تذكريني أنا ما دام صمصام بيميني بعزم الله لارد جمع لي جيني نعم قاتلهم قتال الأبطال أخرجهم من الدار وكان من شجاعته أنه إذا قبض على الفارس رمى به إلى أعلى الصاطح آجركم الله أخذوا يحاربونه من كل مكان والناس يرمونه بالقصب المحروق ومسلم ينادي أقسمت أن لا أقتل إلا حرا وإن رأيت الموت شيئا نكرى أخاف أن أخدع أو أغرى نعم أخذ يقاتلهم وأكثر القتل في أهل الكوفة ذهب عمر بن حريث وهو ينادي المدد المدد نظر إليه ابن زياد قال ويحك ثكلتك أمك بعثتكم إلى رجل واحد قال أظننت أنك بعثتنا إلى بقال من بقالة الكوفة أو جرمقان من جرامقة الحيرها لقد بعثتنا إلى بطل مغوار من آل خير الأنام نعم بعث معه المدد أخذوا يقاتلون مسلم مسلم وحيدا فريدا في زقة الكوفة نعم حفروا له حفير ليسقط فيها نعم قاتل مسلم بينما هو يقاتل أحد اللعناء وإذا بذاك اللعين يضرب مسلم على وجهه فشق شفته وسالت الدماء على وجهه نعم مسلم ضربه وقطع حبل عاتقه نعم وأرداه إلى الجحيم بشجاعتي فأذكرهم ليل الهريرة وما صنع أمير المؤمنين نعم لم يروا بدا من صنع الحيلة لذا حفروا له حفير وطوعة ناديها طوعة نادي على السطيح وش هالك سير ليتك حضرت تشوف يا شيخ العشير بنعنك الموثوق طايح بالحفير وقعده مثل الطير مكسور الجناحين ضلت تنخيهم يهلكوا فان رحموا هذا ابن أخو الكرار حدر لا تسحبوا خلوا يمشي براحته قلبي شعبته خافوا من الله مالكم ما ذهب ولا دين صاحت يا مسلم وأعظم خجلتي بك شبيدي وأنا حرم وضعيف أولا قدر أحميك كان يتركونك كان في قلبي وداويك كان اسلمت منك سلم على حسين يقل هيا طوع اليوم ما تحصل سلامة أوصيك بها البلد لو طبوا يتعم قولي لهم مسلم ترى يبلغكم سلامة وأجرج على الله والنبي سيد الكونين سيد الكونين جيكم يا طعم خدرين تحذر عليكم جني أراه بها السجيش بيتام الدور حسر على هزل راس حسين مشهور أجركم الله سقط مسلم في الحفيرة أخذوا يضربونه بالسيوف إلى أن أعطوا الأمان نعم لم يقبل منهم مسلم الأمان ولكنه جريح فأخذوه مجروحا إلى ابن زياد دخل على ابن زياد قالوا سلم على الأمير قال هذا ليس بأمير من أميرك يا مسلم أميري حسين ورعيني حسين سيدي حسين قال سلمت أو لم تسلم أنت ميت أنت ميت على كل حال صعدوا به إلى السطح قال أمهلوني وصلي ركعتين صلى مسلم ركعتين ثم توجه نحو مكة نحو الحسين قال السلام عليك يا أبا عبد الله ارجع يا أبا عبد الله لقد خذلني أهل الكوف أجركم الله بعد أن سلم على الحسين رفع السياف لعين السيفة هين المنادي ومسلمة هين المنادي والسيدة فضربه على رقبته فخطعها نحرا أجركم الله ثم ألقى بجسدي من أعلى القاص أخذوا جسدا أخذوا يسحبونه بالأسواق المقدار قضاء وشاعة أخبار رماء القام من قصر الإمار وأعاني الجتال أقبأ وبقى الدار مظلم ولا بعد واحد يصلي والله مصيبتهم مصيبت صدع الأجبال ومن قبل المشي بتشيب الأطفال شفت ميت يجرون بالأحبال يا صاحب لا تذن صارت مثله نعم لما وصل الخبار إلى الحسين بكى الحسين وقال لا خير في الحياة بعدوم نعم جاء إلى حميدة أخرجها من الخيمة أجلس في حجره أخذ يمسح على رأسها تقل لك قلبي من الحزين شايل علام علامة تعط أيدك على رأس علام يا عمي يا عمي لليتم هذه علام يا أيا وضن عود قضاء يا تايا يا أمني البيين لم يبكيها عدم الوثوق بعمها كلا ولا الوجد المبارح فيها لكنها تبكي مخافة أنها تمسي يتيمة عمها وأبيها وأبيها اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا وهب لنا رأفته ورحمة ودعاءه خيرا واكحل نواضرنا بنظرة منا إليه وعجل فرج وفرج عن شيعتي في مشارق الأرض ومغاربها سل الظالمين بالظالمين واجعلنا بينهم سالمين غانمين أيض وسدد حماة الدين فض مقدساتنا يا رب العالمين أخواني الحاضرين أخواني المشاهدين إلهي من كان منهم طالب حاجة إلهي قضي حوائجه بحق باب الحوائج مسلم بن عقيل إلهي وثبتنا على ولاية النبي وآله أخرج حب الدنيا من قلوبنا لا تجعل الدنيا أكبر أهمنا إلهي قضي حوائجه كل محتاج أددين كل مدين فرج عن المسجون هنا المظلومين إلهي وامنون على شيعة أمير المؤمنين على المسلمين بالشفاء والصحة والعافية لا سيما من سألون الدعاء إلهي من عليهم بالعافية يا رب العالمين ندي ثواب هذا المجلس المبارك إلى المرحوم الحاج يوسف خلف عبد العال الرامزي وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات ندي ثواب الفاتحة مسبوقة بالصلاة على محمد وآل محمد موسيقى 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 اشتركوا في القناة